السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مشاهدين القرام في هذا الفيديو الجديد حوله لمندخب المغربي ولقاء النيجر. عن تكلم له اقوى تشكيلة لمندخب المغربي في مركز خط الهجوم امام مندخب النيجر. اللقاء قوي صراحة عيكم بالمندخب المغربي والمندخب النيجر. باللقاءات القوية صراحة للمندخب المغربي امام مندخب النيجر. لقاءات جيد لقاء جيد صراحة. عن تكلم له اقوى تشكيلة مركز خط الهجوم للمنتخب المغربي في اللقاء النيجر لي ولقاء ليس بالسهل طبعا الحال للمنتخب الوطني المغربي بدون تجدال او نقاش امام منتخب النيجر بطبعا الحال عم بدயو بإلياس اخو مش لاعب نادي فياريال ت에도 19 سنة عنده واللا عند وناصر للمنتخب rig Iraq, تناده فلائحة مرسل اول مرة فلائحة كان مع المنتخب الوطني على مغربي بدون نقاش او جلال عم شو اللاعب رقم جوج منير لاعب إلياس بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي بتقوره اول مرة على المنضقة بالمغربين في الاحدية الماريس طبعا هاته الحال لاعب إلياس بن صغير من العناصر الجيدة طبعا هاته هالا نقاشة ولا جدا لا فيها إلياس بن صغير من العناصر الجيدة وعمشي الان لعب الثالثي ويوسف يوسف النصيري لعب اش بيليا الإسباني اللي كيف يبقى من العناصر الجيدة والكبيرة ديال النقبة الوطنية بدون نقاش او طبعا تحلاتي اللقاء. شكرا خدت على المتابعة ديالكم. والى اللقاء والى فيديو اخر. ان شاء الله مع السلام.